بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اليوم 17 أيلول 17 سبتمبر هو ذكرى يعني إعدام أو استشهاد عدنان مندريس الزعيم والسياسي التركي الذي أعدم في 17 سبتمبر سنة 1961 هل أعدم عدنان مندريس لعلة الخيانة للوطن ولا أعدم لعلة عودة الأذان والشعائر الدينية ولا أعدم لأسباب أخرى لا تذكر هذا ما نتحدث عنه بمنسبة ذكرى هذا الرجل الصالح الذي لقي ربه مظلوما عدنان مندريس ولد في سنة 1899 يعني قبل بداية القرن العشرين بعام وأعدم في 18 سبتمبر سنة 1961 عدنان مندريس كزعيم تركي وسياسي تركي معروف نشأ بسيطة في إحدى القرى التركية ودخل المدارس العادية ثم يعني كان توجهه أقرب إلى التوجه الليبرالي المحافظ إن بعض الناس بيحاول ينسبوا أو يصنفوا أنه زعيم إسلامي مش بانفي عنه الإسلامية معاذ الله إنما أنا بكلم من حيث نقطة أني يكون التوصيف صحيح للناس وبالمناسبة لست ضد أن حد يقول والله أنه أي مظلوم فهو شهيد ندعو ونسأل الله أن يرزقه وأجر الشهادة لأنه لما نقول فلان شهيد معناه أنه هو ندعو له بالشهادة مرحوم أي المدعو له بالرحمة المغفور له أي المدعو له بالمغفرة فأي إنسان مظلوم ومات ظلما ده يعني نحسبه عند الله عز وجل له أجر الشهداء وهو شهيد للمظالم التي لقيها عنا من ريس كباية الشباب التركي أن ذاك اللي بتعلم وتخرج في كلية الحقوق وحقوقي وسياسي وانضم إلى أحزاب مختلفة ثم للحزب الشعب والجمهوري اللي هو حزب اللي كان أسسه مصطفى كمان أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية جوه اللي جانوا بيتناقشوا بيتكلم ما عجبوش التوجه العلماني المتعصب الشديد نعرفين العلمانية بتنقسم لنوعين العلمانية محايدة وعلمانية متطرفة العلمانية المحايدة اللي هي على مسافة وحيدة من الدين في رأي في مسافة منها وده في دول كده زي أمريكا زي بعض الدول حتى الدول الغربية الأصل فيها كده وفي دول بطبيعتها لا هي شرسة وغير محايدة في موقف الدين زي العلمانية التركية وعلمانية تونس أيام من علي وتركيا أيام يعني ما بعد مرحلة أتاتورك تحديدا أكثر وعلمانية فرنسا دي يعني المسألة العالية فيها أكثر كان في هذا الحزب عدنان منريس ولكن متقدم بطلبات لإلغاء القرارات والقوانين التي تقيد الحريات سواء الحريات الدينية أو حريات الصحافة والإعلام والحريات السياسية ففصلوا من الحزب فدخلوا عمل الحزب الحزب الديمقراطي حزب الديمقراطي جه سنة خمسين طبعا بعض الناس أقول لك أنه هو أعلن مبادئ معينة أنا لم أجد وثائق يعني موثقة تقولي أني كانت مبادئه يعادة الأذان والمدارس الدينية لا واضح أنه الرجل كان مع إتاحة الحريات وإني قالوا ساعتها تنبأه في أني لا دي مبادئ لن ينجح بها ولكن نجح وخد أغلبية شكل الحكومة ورئيس وزراء ثم معه رئيس للدولة من الحزب الديمقراطي بتاعه بدأ يهتمل بتوجه لو عايزه إتاحة الحريات الاقتصادية إتاحة الحريات السياسية إتاحة الحريات وبدأ يفتح باب الحريات في هذه الأجواء في هذه الفترة أنا أنقل حدثتين مهمتين نقلا عن الناس اللي عشروا الرجل وعاصروا هذه الأحداث منين جات مسألة الأذان الأذان كان اتحول سنة 31 أيام أتاتورك إلى يبقى بلغة لاتينية وده كان شيء مصادم للطبيعة الدينية عند الأتراك يعني إذا كان توجه عدد من الأتراك كان ناقم على الخلافة العثمانية في أواخر سنواتها ووقت ضعفها لكما تعالى هنا تاركت الرجل المريض لكن مش ناقمين على دينهم فهنا دا كان الخطأ الكبير الذي ارتكبه يعني حزب الشعب الجمهوري الأسيس أتاتورك في أنه داخل في صدام مع ثوابت الناس الدينية ومنها الأذان ومنها إلغاء التعليم الديني ولكم دا كله طبعا الحكتين الوحكتين اللي عملهم عدنان مندريس في هذه المسألة أشياء جات من باب التدين الفطري المجتمع التركي هو مجتمع ينتشر فيه التصوف الإيجابي مش التصوف السلبي غالبا غالبا يعني ينتشر فيه التصوف الإيجابي اللي هو فيه الوقف وفيه العمل الخيري وفيه مساحات ترقيق وتزكية النفوس والقلوب دا كان موجود فذلك بتلاقي حتى ممكن تلاقي واحد سياسي أو كذا أو علماني تركي ولكن تلاقي عنده رصيد الفطرة اللي عنده من القرية والبلد في المواسم الدينية والمواقف المعينة لا يعني يقف ولذلك النظرة لعالم الدين وشيخ الدين اللي زالت لها مكانيتها عند الأطراق حتى العلمانيين الإصراع السياسي الأخير وعمل شيء من العنصرية هو دا اللي أجج هذا الإصراع اللي احنا بنشوفه بهذا الشكل الفج اللي في كل مكان العلمانية المتطرفة بتكون مبنية على هذا الشكل كان عنا من ريس يرى أن رغبة الشعب أنه بدأ ينهض نهضة فيها شيء من النماء الاقتصادي في تركيا أنا ذاك حابب يفتح مجال الحريات وفتح مجال الحريات للصحافة وغيرها وباقي مسألة مجال الحريات الدينية وفي طائرة دي حكاية يعني حكاها لي من عصروها وقتها قالوا أنه كان في الطيارة مع بعض الوزراء وطيار بيحاول عايز يخبط عشان ينزل العجل بتاع الطيارة لم يقدرش ينزل على اللي على عجل الطيارة لا اللي مفيش استجابة مرة اتنين فأبلغه بسأل إيه الحكاية لأنه عملي الف قالوا الله اللي عجل فهو بيقولوا أنه هو وبعض الوزراء اللي معاه تقربوا إلى الله بالدعاء أنه لو نزلوا وعافهم الله ونجاهم من الموت سيكون أول قرار يرجع الأذان باللغة العربية نزل فعلا وأراد أن يافيا بوعده ووصل سالما فأعلن عن القرار يحكي لي من عاشوا هذه الفترة قالوا في بعض الناس ما بالسكتة من الفرحة يعني مش السكتة يعني حصرة على الفرحة وفي ناس قالوا أنهم انتظروا أول أذان سيؤذن باللغة العربية باللغة العربية في شوارع وطرقات تركيا بالقرابين نذرا ووفاء وحبا وشكرا لله عز وجل على عودة الأذان باللغة العربية طيب ده الأذان حاب يردع بعض المدارس الدينية كان إيه مدخله المدخل اللي عمل لأن القوانين بتمنع وقوانين علمانية فيها شيء هذ من الشدة طيب يا جماعة إحنا اللي بقلنا من العمل الديني الموتى اللي بيموت بدتدفن شرعي حلو طيب ويتغسل ويتكفن ويتصلى عليه شرعي طيب إحنا محتاجين نعلم الناس أحكام الغز والتكفين والدفن والجنازة وصلاة الجنازة وإلا هيتعلم فين فنفتح بس باب التعليم الديني الشرعي يتعلم منها يأمام الخطيب يتعلم منها الناس على الأقل المساحة دي فطبعا ما فيش حل غير كده ففعلا كان ده المدخل إلى هذا الأمر ده المدخل البسيط ده هو اللي عامل بعد كده مساحات هنشوفها بعد كده في تجربة أرد أربكان وأردغان وغيره إن دايما الإصلاح المتدرج أمر مهم جدا دول النقصتين اللهم متعلقتين بإعطاء مندليس في الجانب الديني البعض بيحاول يبقى ده العنوان بس لكن بينسى العنوان الأكبر إن الرجل كان خطته هي خطة الحريات بوجه عام الحرية الاقتصادية لأنه كان ضد المصادرات وضد التمال ضد الهيمنة العسكر على الحياة الاقتصادية والحياة بوجه عام نستخد حرياتها وده بقى المخاطر اللي عند العسكر مش بس الأذان ومعاهد الدينية لا هي مسألة إن الشعوب تتحرر مسألة إن الاقتصاد يبقى تهبرة سلطتها فهي دي الأسباب فهو شنق وأعدم لعلة إنه شهيد الحريات الحريات كلها ما بقللش من شأن اللي عملوا دينيا معظ الله بس الأخطر عن العلمانيات المتطرفة في كثير من الدول هي مسألة النماء الاقتصادي مسألة التنمية بكل مفردات التنمية الاقتصادية والسياسية والعلمية وكل هذه المفردات ده أقلب عليه الجيش والعسكر والعلمانيات ليقام عليه انقلاب سنة ستين وتتعملوا محاكمة شكلية سورية سنة واحد وستين ويعدم يشنق هو واثنين من رفاقه فيما بعد الاثنين اللي بعد منه تدور الأيام ويجي تورجة أزال الرئيس التركي السابق وأيضا لبرالي مواش لا أسكر جيدا توجه لكن ما كانش برضو توجه قومي أكثر يعني يأتي ويعيد الاعتبار إليه وتعمل ضريح ولم يعمل ضريح لأي سياسين في تركيا إلى التلاتة مصطفى كمال أتا تورك تورجة أزال وعدنان مندريس هذا فيما فيما أعلم ضريحة سياسية لتكرمها يعني وأعيد الاعتبار إلى الرجل بعدما ما بسنوات في سنة التسعين يعني بعد حوالي تلاتين سنة من إعدامه وده شأن كل إنسان تظلم في بلده أحمد عرابي إتال عنه خاين لسنين طويلة وثم كرم أحمد عرابي عدنان مندريس فلان أسماء تورجة وكتير كتير من من الناس وده يخلينا دايما يخونا لا نتعجل على نيل الحقوق بالذات للأموات الذين هضموا زي ما شفنا نموذج الدكتور محمد مرسو الله يرحمه ناس الله أنه يكتوبه من الشهداء سيأتي يوم تعرف الناس حقيقة الناس حقيقة المناضلين فرحمة الله على يعني عدنان مندريس وعلى كل مظلوم الذي يعني بحقه وشهيد الحريات وشهيد كل التنميات التي يعني أرد أن يمي وطنه إليها نصر صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك في مزان حسناته اللهم آمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة